مازلنا مع أنوار القرآن الكريم ومع الجزء الرابع من كتاب الأنوار وكتاب الأسرار الذي لا يخلق على كثرة الرد واللي احنا بتدينا نقرأه بقراءة جديدة بنبني بيها حياتنا وشعرنا في هذا الموسم وإحنا بنتعامل مع القرآن في برنامج ولا تعسره شعرنا القرآن يبنيني فأول مجال للبناء كان مجال الذات إحنا نبتدي نبني ذوتنا بأنوار القرآن الكريم ويبقى خيط من هذا البناء أو لبنا من هذا البناء لبنا من نور ولبنا كمان من نور عشان يبقى البناء بتاعنا نور على نور وكنا أول جزء اخترنا منه البناء عن طريق أن كل واحد فينا يعرف أنه عبد ممدود من الله سبحانه وتعالى ثم الجزء الثاني كان عبد ممدود وهو كريم مكرم من الله سبحانه وتعالى ثم عبد ممدود كريم ومدبر له ودوة اللي احنا كنا بنكلم عنهم برح طيب إذا كان هو عبد ممدود كريم مدبر له ما الذي ينقصه أن يسعى أن يسعى بهذا المدد وهنا يأتي قوله تعالى في الجزء الرابع فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وهنا بيبتدي بقى صفة السعي إن الإنسان بعد ما يكون خلاص توفرت في كل هذه الصفات الله سبحانه وتعالى يطلب منه أن يسعى معنى أنه يسعى يعني إيه؟ يسير في الأرض يسعى يعني إيه؟ يسعى يعني يعمل في ناس كتيرة بقى عندهم يأس ما يخليهم قعدين مش بيعملوا حاجة بيقولوا إحنا حاولنا وما قدرناش واكتهدنا وما كانش فيه نتيجة ده حال كتيب من الناس للوقت أعمل إيه يعني؟ أموت نفسي؟ هي دي قدرتي ودي استطاعتي ويبدأ يحتج علينا بالآية اللي ذكرناها في حلقة مبارح لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه لدرجة أني لحظت في الفترة الأخيرة مراحظة شوية تقلق قوي على البيوت أني ستات كتيرة بتجيلي بتشتكيلي في مركز الإشاد الزواجي بتشتكي أن أزواجهم ما عادوش بيصرفوا على البيت عايزين نعرف هو فعلا هو ده وسعه ودي استطاعته ولهو مكسل ومش عايز يسعى الحقيقة أنه هو مكسل ومش عايز يسعى النهاردة لازم نعرف صفة مهمة عشان زواتنا تكون زوات منورة متزنة عشان تبقى زواتنا منورة متزنة لازم نعرف أن السعي جزء من زواتنا وليس للإنسان إلا السعي جزء منه وعشان كده لازم نقول وندوم على طول ولا كنت دايما بقول لتلاميذتي وأولادي اتعلموا السعي الرشيد لأن الله سبحانه وتعالى ذم القاعدين مش أصد ما كانش ذم القاعدين هم القاعدين اللي هم قاعدين على الكراسي وإنما القاعدين اللي هم بيهربوا من مسئليتهم وبيتركوا السعي آية النهاردة بتكلمنا عن موضوع السعي وإن ده بشكل أساسي جزء مننا وبتقول لنا إن سعيكم ده سعي مشكور من الله سبحانه وتعالى وهيجزين بيه وهيعطينا عليه خير كثير ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول في آية أخرى في سورة الأم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار سوابا من عند الله سوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يبقى إيه اللي حاصل يبقى شوفوا ربنا بيقول سواء كنت رجل أو ست فالجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى عمره مع يضيع عارفين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور ومن معاني الشكور أن ربنا سبحانه وتعالى هيشكر سعيك إيه ده؟ جبت منين الكلام ده؟ من قولي تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة يبقى الله سبحانه وتعالى يشكر السع فتأكد لنا إن ربنا سبحانه وتعالى سيعطي الإنسان ويكفئه على سعيه في الدنيا قبل الآخرة أنا عايز أقول لكم إن الجزاء هيكون على قدر السعي شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في آية واضحة إن السعى آتية أكاد أخفيها ليجزى كل لتجزى كل نفس بما تسعى يبقى كل نفس هتجزى بما تسعى نقدر نلمسها لما نبص إن في عبادة بالاسم كده اسمها عبادة السعي بين الصفة والمرو اللي جات بيها ستين هاجر لما فضلت سبعة أشواط تواصل السعي ما بين الصفة والمرو عشان توصل لمياه عشان تنقذ ابنها إسماعيد عليه السلام وكأن المعنى إن بناخده من قصة ستين هاجر إن السعي بيوصلنا للحياة ليه؟ إعلاقة السعي بالمية واجعلنا من الماء كل شيء حي وكأن الإنسان اللي من السعي مش هيقدر يعيش الحياة بشكل صحيح وعشان كده نشوف ده كمان لما ربنا سبحانه وتعالى يربط السعي بصلاة الجمعة يا أيها الذين أمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني إيه؟ يبقى وكأننا إحنا كمان بنسعى عشان تبقى العبادة وشوف الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياة ومماتي لله رب العالمين يبقى السعي ده شيء من أهم الأشياء في حياتنا الإنسان مش هيبقى إنسان من غير سعي كتير من الستات بتحس إن الراجل مش راجل في البيت لما يكونش صاحب سعي ويكرهوا إن الإنسان ما يكونش عنده سعي السعي في الحقيقة مفهوم مركب من أربع معاني المعنى الأولاني اللي موجود في السعي هو معنى الهدف إن الواحد بيعمل بس بهدف يبقى أول حاجة عمل بهدف تاني حاجة إنه عمل بهدف وبأمل يعني ما فيش حد بيسعى شوف الستين هاجر كان بتسعى وظلت تسعى وعندها أمل لغاية ما وجدت الماء يبقى عندنا يبقى سعي بهدف وبأمل وبإيه وبجدية مش بكسل هو بيسعى إلى هذا الأمل وبجدية وباستمرار أربع صفات هدف وأمل وجدية واستمرار هذا هو السعي الذي نتكلم عنه في الآية يبقى وإحنا بنسعى لازم نفهم معنى مهمة يريحنا جدا وهو إن من أحد أهم سمات السعي هيهم وصلة السعي حتى نناه يبقى ربنا بيحب الإلحاح في الدعاء عشان نتعلم إن السعي محتاجين إن إحنا نستمر فيه طب إيه اللي إحنا نعمله بقى عشان إيه الإجراءات اللي إحنا لازم نعملها عشان نوصل لمسألة السعي دي لازم نتعلم تلات حاجات لازم عشان نقدر نسعى دايماً نتدرب ودايماً يبقى عندنا تجريب لو ما فيش تجريب وما فيش تدريب إحنا مش هنقدر نوصل للسعي الحاجة التانية المهمة إن إحنا لازم يكون عندنا ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى إنه هو هيعطينا ويوفقنا وإنه سبحانه وتعالى مش عايز يشق علينا ولا عايز يضيق علينا لكن عايز يوسع علينا إن السعي سعة ووسعاً فلازم نفهم ده إن السعي بيوسع علينا ولازم نعرف إن الرزق في السعي لإن الرزق بييجي مع الوسع والرزق واسع فلازم نسع عشان نحس بهذا الوسع ولازم نفهم كمان إن زي ما النتيجة ممكن تيجي أكتر من سعيك فممكن تسعى وما يكونش في نتيجة وده معناه إن انت ملكش نصيب لا ده معناه إن انت خلاص حصلت على نصيبك لإن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك السواب وهنا نأكد إن النتائج مش بتخلقها السعي لكن السعي مهم جداً جداً عشان تذوق حلاوة النتائج وهو ده اللي ممكن نفهمه من قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعياه سوف يورى يبقى لازم تسع عشان تشوف جمال ده وثالث حاجة وآخر حاجة لازم تعملها لازم لا تنتظر سناء الناس عليك لإن خلاص أن تنظر إلى عملك الكريم سبحانه وتعالى وأعطاك السواب بهذا يمكن أن نفهم لماذا كان السعي جزء من بنية الإنسان المتزن المنور لازم نعرف أن السعي جزء من زوتنا والإنسان الذي يترك السعي هو في الحقيقة يهدم ذاته والإنسان الذي يعيش بالسعي يبني ذاته الواسعة التي يتجلى عليها الواسع سبحانه وتعالى شكرا